اللي هو مقصود البنك الدولي أوسق نعم و 15% من قروضة داخلية يخصصها الموازنة الاستثمارية هذا القانون اللي صدر صدرها البرلمان من شهر الخامس هاي السنة اللي أنا المبلغ انتهى لكن نقول لي الحل شنو سأل الحكومة شو تسوي اليوم حلول نناقش هذا الحل ونخليه أخير فقرة ببرنامجنا أنا حاضر بعد ننطل حلول حتى نقدمها المشاهد الكريم أنا رأيي اليوم على الحكومة وعدها القابلية أن نتحرك سوق العمل العراقي وهذه ليست بالصعبة يعني أحنا مثلا على سبيل المثال وهذا أنا ربما ذكرت بأكثر من مكان أحنا اليوم عدنا أزمة سكن خانقة وعدنا احتياط نقدي عدنا 33 مليار دولار من احتياطينا النقدي هي سندات دعم الخزينة الأمريكية طيب هذه فوائدها السنوية ما توصل نصف بالمية 0.5 بالمية ما توصل الحد شنو عدنا 8 مليار دولار خاليها بالبنك المركزي الفرنسي لأنها مضمونة وطبعا هي إجراءة صحيح من البنك المركزي أحنا اليوم لو ناخذ جزء من هذا نستثمر أحنا وهو بنسبة 2 بالمية وهاي فاعدة أربع أضعاف في القضاء على أزمة السكن أحنا اليوم هذه حلول بعيدة قصيرة المدى هذه حلول ممكن خلال سنة نعم ننفذها ونشغل ما لا يقل عن مليون عراقي بهذا الموضوع لو نرجع الناس أجل تطيني حلول يعني رح تبقى تأخير الرواتب على الموظف رح تبقى لا لا بهاي الحالة سيدي الكريم أولا العوائد للدولة رح تزيد ثانيا ما رح يظل الناس عينها على الدولة وعلى وظيفة الدولة ترى اليوم العراقي يفكر بالوظيفة ما للدولة بس لسبب واحد فقط التقاعد فقط التقاعد نعم التقاعد لأن راتب ما للدولة قليل قياسا القطاع خاص يعني الوظف العراقي سمعيش من الرواتب نعم نعم بس اليوم اليوم ناس اسمح لي ناس جاية الظاهر مهندسين على عقد بـ 350 ألف شهر أسألك ما بالله 350 ألف شنو قيمتهم اليوم بالنسبة للرواتب الموجودة أضمن باب معيشة يضمن تقاعد لكن لو يقر قانون العمل ويصير الموظف بالقطاع الخاص عنده تقاعد حالة حالة الموظف بالقطاع العام اهنان راح نعادل موازنة السيد عبد الرحمن لا نصير من الحلوة نظرت وحول الحلوة اليوم نقدمها ولعل نساعد بها